الى التفاصيل يحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم ضيفا على وادي دجلا ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري تلقاء والذي سيقام السابع مساء اليوم على ملعب بيترو سفورت وكان الفريق قد اختتم تدريباته امس على ملعب مختار تشب الجزيرة واختار بعدها حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين والذين دخلوا معسكرا مغلاق استعدادا للقاء للمزيد من تفاصيل حول معسكر الفريق ينضم الينا الآن مباشرة الزميل امير هشام مراسل القناة نادل اهلي امير اهلا بك احكينا عن اخر الكواليس داخل معسكر الفريق احنا بك يا غيروز واهلا بكل مشاهدي ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان وكواليس ما قبل مباراة الاهلي ووادي دجلة هذه المباراة الهمة جدا بالنسبة لنادي الاهلي في مشواره في بطولة الدوري العام وهي المباراة المتقرر لها طبعا البدء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وبتحديد في ملعب بيترو سفورت بالتجمع الخامس اكيد هي مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللعبين لكن خليني اقولك ان النهاردة الفريق طبعا بيستعد لهذه المباراة بعد ما اختتم تدريباته بالامس في ملعب مختار التيتشو وكان تدريب ايضا هام جدا بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة ايضا لعيب النادي الاهلي في اطار الاستعداد لهذه المباراة خلييني اقول لكل جمهور النادي الاهلي الجميع لعيب النادي الاهلي اللي اختارهم كابتن حسام البدري بتحديد 22 لاعب جاهزين لهذه المواجهة سواء من ناحية البدنية ومن ناحية الفنية ايضا وده بان جدا خلال التدريبات بالامس النهاردة طبعا برنامج الفريق يمكن النهاردة كان فيه موعد الغدى بنسبة لعيب النادي الاهلي كان في تمام الساعة واحدة ونصف صباحا او واحدة ونصف زهرا بتحديد وايضا هيكون فيه محاضرة بالنسبة للجهاز الفني في تمام الساعة الخامسة مساء وقبل تحرك الاتوبيس الخاص بالعيب النادي الاهلي في اتجاهه لملعب الموبرى ملعب بيتر سبورت وبتحديد قبل ساعة ونصف من انطلاق هذه الموبرى الامور كلها ماشية بشكل جيد بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للعيب النادي الاهلي كله جاهز كله على هبة الاستعداد لهذه الموبرى خصوصا هي موبرى هامة جدا في مشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري تسعى من خلالها الكابتن حسام البدري واللعابين لمواصلة الانتصارات اللي عاد لها النادي الاهلي من خلال المواجهة الاخيرة امام فريق سموحة والفوز الصعب جدا على فريق طبعا سموحة من نتيجة اثنين واحد لكن ايضا كلام كابتن حسام البدري مع اللعابين وهو ضرورة التركيز في هذه الموبرى خصوصا ان فريق ودي دجلة بيشهد صحوة خلال اخر مباريتين وقدر يفوز في اخر مباريتين في الدوري بعد تعديل الجهاز الفني بالنسبة لهذا الفريق فبالتالي عندهم روح معنوية مرتفعة جدا كابتن حسام البدري حظر اللعابين من حدين الحاجة الاولى هو عدم النظر لنتائج السلبية خلال الموسم بشكل عام بالنسبة الفريق ودي دجلة واللعاب حتى الان 14 مباراة وايضا الحاجة الاخرى وهي طبعا تجنب الصحوة اللي موجودة عند اللعابي ودي دجلة وجهازهم الفني من خلال الفوز في اخر مباريتين والاهم هو التركيز لحصد ثلاث نقاط هتكون مهمة جدا بالنسبة لنادي الاهلي في مشواره في بطولة الدوري لكن لو بالنسبة للتشكيل لنادي الاهلي فيروز النهاردة والشكل اللي ممكن يلعب به كابتن حسام البدري اكيد التغيرات هتبقى محدودة جميع اللعابي النادي الاهلي جاهزين للخوض هذه المباراة خصوصا انه هو بدنيا وجميع اللعاب النادي الاهلي بدنيا بشكل كبير جاهزين لهذه المباراة سوى التوالي المباراة خلال الفترة السابقة وهو سلاح ذو حدين ممكن يبقى جهد بالنسبة لنادي الاهلي وايضا ممكن يبقى جهزية تمة بالنسبة لنادي الاهلي من ناحية بدنية لاخد اي مباراة بالنسبة للفريق في بطولة الدوري فبالتالي خلينا اقولك التشكيل الأقرب اللي ممكن كابتن حسام البدري يبتدي به هذه المباراة في الزل عودة بعض اللاعبين سواء عمر السلايا ووليد أزارو ايضا انضماما بالامس صالح جمعة وعودته لقيمة النادي الاهلي ده اكيد كان شيء مهم جدا بالتالي ممكن يكون في حراسة المرمى احمد عادل عبد المنعم يواصل الحفاظ على هذا المركز بعد اخوضه اخر مباراة في الدوري بالنسبة للنادي الاهلي في خط الدفاع هيكون محمد هاني الاقرب ان هو يكون مساك وخصوصا هذا الخط بالتحديد يفايروز يمكن فيه ايصابات كتير جدا بالنسبة للنادي الاهلي سواء محمد نجيب سعد سمير وايضا رامي ربيع احد تلات لعبين طبعا مهمين جدا بالنسبة للنادي الاهلي فبالتالي محمد هاني هيكون اقرب التواجد في هذا المركز وبنسبة كبيرة هيكون المتواجد بجواره هو ايمن اشرف خصوصا بعد جهزيته وتعفيم الاصابة بشكل كامل وده وضح ايضا خلال مران الامس وخاض المران بشكل كامل وايضا في الزل عدم انضمام اللعب محمد عبد المنعم اللعب يصعد في صفوف النادي الاهلي والنشئة النادي الاهلي للقيمة فبالتالي كده الاقرب هيكون محمد هاني وايمن اشرف ناحية الشمال الاقرب هيكون متواجد حسين السيد بعد مشاركته بشكل اساسي في المباراة الاخيرة في الزل اعتماد الكابتن حسام البدري دائما وابدا على هزية اللعبين وايضا تواجد علم معلول ممكن يكون ليه دور حسب الوجهة الفنية أو وجهة النظر الفنية الممكن كابتن حسام البدري يراها بخصوص هذه المباراة اليمين هيستمر احمد فتحي في نص الملعب عمر سلية عودته للمباراة اكيد مهمة جدا هيجاور اكيد حسام عشور امامهم الاقرب عبدالله السعيد واللي بيواصل طبعا مشوار التقلق مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم وايضا هيكون متواجد احمد الشيخ ومؤمن زكريا والمهاجم الوحيد والعائد لهذه المباراة هيكون وليد ازار واللي اكيد بالتحديد النهاردة عودته مهمة جدا خصوصا فوزيل غيابا لناجيري جونيور اجاية عن هذه المباراة بسبب الاقاف فبالتالي ده التشكيل الاقرب بالنسبة للجازة الفاني واللعابين بشكل عامي فيروز نتمنى كل التوفيق للعب النادي الاهلي النهاردة انهما يقدم مباراة قوية طاليق باسم النادي الاهلي وتكون الاهم من خلالها هو فوز النادي الاهلي بثلاثة نقاط هتكون مهمة جدا في مشوار النادي الاهلي للوصول للكمة في بطولة الدوري في الزلة المنافسة الاكيد صعبة جدا مع فريق الاسماعيلي هذا المسلم اللي بيحتل كمة الدوري في هذه اللحظات النادي الاهلي بخلاف هذه المباراة يكون له مباراة مؤجلين من خلالهم لو قدر يفوز خلال المباراة المؤجلين يوصل لكمة بطولة الدوري كالمعتاد وده الهدف اللي بيسعى من خلاله الجهاز الفني واللعابين وايضا كل جمهور النادي الاهلي منتظر ان شاء الله ان هو قريبا جدا يشوف النادي الاهلي على كمة بطولة الدوري لو في اي استفسار فيروز معاك اتفضل امير هشام مرسل قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا لك كنت معنا من داخل مقر الفندق مقر اقامة الفريق الاول واكيد كل توفير للفريق الاول في المباراة والتي سيخوضها بعد قليل خاضل عبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي والذين لم تشملهم مقائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة ميرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب مختار تتشب الجزيرة وشارك في الميران اللاعبون صبري رحيل اكرم توفيق عمر بركات ميدو جابر عبدالله الشامي ومروان محتن واحمد حمدي ومحمد عبد المنعم وقاد الميران سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني خضع سعد الدين سمير مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لجلسة علاج المائي على هامش ميران اللاعبين الغائبين عن لقاء ودي دجلة والذي اقيم على ملعب مختار تتش صباح اليوم الاثنين ووصل سعد اداء برنامجه التأهلي للتخلص من الاصابة والتي تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة حيث ادى الميران التأهلي تحت اشراف طارئ عبدالعزيز خصائي التأهيل كما قام بعمل جلسة علاج نمائي عقب التدريبات التأهيلية موسيقى ادى رامي ربيع مدافع فريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ميرانا تأهليا صباح اليوم الاثنين بملعب مختار تتش بالجزيرة على هامش ميران اللاعبين الغائبين عن لقاء ودي دجلة وادى ربيعا ميران التأهلي تحت اشراف طارئ عبدالعزيز اخصائي تهيل شفاء من اصابة بالتهابات في الحوض موسيقى موسيقى فاصل قصير وانا عود من جديد الى اخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني اشتركوا في القناة